بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس سأشرح كيفية إنشاء جدول في برنامج ليتك طريقة إنشاء جدول تشبه طريقة إنشاء في قرص وتتن كالآتي نحدد المكان الذي نريد إدراج الجدول فيه فعلى سبيل المثال أريد إدراجها في هذا المكان نكتب أول شيء الأمر began table ومن ثم نقوم بكتابة الأمر began table r بعد كتابة هذا الأمر نلاحظ قوسين معقوفين هنا في بين القوسين نحدد عدد الأعمدة يتم تحديد عدد الأعمدة على شكل حروف وهذه الحروف إما أن تكون c أو حرف l أو حرف r هذه الحروف متعلقة بالمحاذات النصوص داخل الجدول c يعني أن يكون النص سنتر داخل خلايا الجدول l يعني أن يكون المحاذات النص يسار r تعني أن تكون المحاذة الجهة اليمين فعلى سبيل المثال إذا كتب ثلاثة حروف c صغيرة هكذا فهذا يعني أني أريد إنشاء جدول مكون من ثلاث أعمدة جميع الخلايا في محاذات النص فيها يكون سنتر بعد حديد عدد الأعمدة الجدول نشر الآن في كتابة الصفوف تتم كتابة الصفوف نكتب النص الذي يريد إدراجه في الجدول فعلى سبيل المثال في الخانة الأولى نريد كتابة name وللفزل بين خلايا الجدول نوصل باستخدام علامة and هكذا ومن ثم نكمل كتابة باقي الخلايا بعد أن ننتهى من كتابة الصفوف الأول نضغط على متى سلاش متى تابعتين هكذا لننتقل للصف الآدل للصف الثاني ونكمل بنفس الطريقة السابقة عدد الصفوف ليس هناك عدد محدد مثل عدد الأعمدة يمكن كتابة إلى عدد الصفوف كما نريد دون أي قيود بعد الانتهاء من كتابة الجدول نضغط على تنفيذ لنرى النتيجة تم تنفيذ الجدول بهذا الشكل نلاحظ أنه لا يوجد خطوط تفصل بين الأعمدة والصفوف لوضع الخطوط التي تفصل بين الأعمدة نضغط خطوط مستقيمة بين الحروف السابقة بهذا الشكل تكون من جهة من جميع الأطراف كما ترون هنا ونضغط على تنفيذ نلاحظ تم وضع الخطوط العمدية لوضع الخطوط الوفقية نكتب الأمر H-Line هكذا في كل صف ونضغط على تنفيذ لنرى النتيجة نلاحظ تم وضع جميع الخطوط التنسيقات التي تتم على ألف غرز يمكن تطبيقها على الجداول أيضا فعلى سبيل المثال إذا أردت أن يكون الجدول في منتصف الصفحة نكتب الأمر center F-1 centering بهذا الشكل وإذا أردت وضع caption للجدول نكتب الأمر caption بهذا الشكل نلاحظ أن الـ Caption متصق بالجدول ولزيادة المسافة بين الجدول والـ Caption نكتب الأمر في space وهنا ندخل الرقم المسافة التي نريد نتبعا بالوحدة التي نريد فعلى سبيل المثال سأريد أن تكون المسافة بين الجدول والـ Caption بمقدار 3 مليمتر هكذا مناسب أيضا نفس الأشياء التي تتم على الفقر تتم على الجدول فعلى سبيل المثال إذا أردت جدول جديد سوف يأخذ ترقيما جديدا ننسخ هذا الجدول وننصقه تحت الجدول السابق لنرى هكذا تمت النتيجة كما ترى أخذ الجدول الثاني الترقين الجديد هذه الطريقة مناسبة للجداول الصغيرة ولكن في حال كان النص كبيرا فستحيث مشكلة في مظهر الجدول تم ترون أخذ آتي عندما يكون النص كبير داخل الخلية من خلال الجدول تلاحظون أن الجدول يخرج عن الصفحة لحل هذه المشكلة نحدد العمود الذي فيه هذه المشكلة ونمسح حرف C ونكتب حرف B متبعا بقوسين معقوفين بينهما أرض الخلية التي تحتوي على النص الذي به المشكلة أريد أن يكون أرض هذه الخلية خمسة سنتي ليكون النص من ضمن الصفحة ولا يخرج ضمن الجدول ولا يخرج عن إطار الصفحة فما ترون أمامكم أرض هذا العمود خمسة سنتي ونلاحظ بأن النص ضمن حدود هذا الجدول يمكن تقليل المساهة أو زيادتها حسب الرغم لكن أرى أن خمسة سنتي مناسب يمكن التحكم أيضا في مبغض الأعمدة يوضع خطين هكذا بهذا الشكل أيضا بإمكان تطبيق التنسيقات الاعتيادية التي نقوم بها على النص داخل الجدول هذا فيما يخص كتابة جدول بسيط داخل برنامج ليتك لكن في حال أردنا كتابة جدول أكثر تعقيدا لذا من المستحسن استخدام برنامجيات تقوم بتحويل الجدول المكتوب في برنامج الأورت أو الأكسل على صيغة كود برنامج ليتك ومن ثم نسقه في برنامج ليتك إلى هنا يكون انتهى هذا الدرس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله لن نستغفرك ونتوب إليك